وارجعنا لكم تاني مشاهدين الكرام ولسا مكملين معاكم حلقات أسرار حياة بس قبل ما أبدأ حلقتي لازم أصبح على أستاذ آية اللي الكنترول للأسف في الفقرة الأولى قال يا الله نبدأ فطبعا لازم أصبح عليها في الفقرة التانية طبعا أنا أسف صباح الخي يا أستاذ آية دخلونا على طول في الكنترول وما قادرت طبعا أصبح عليها صباح الفل صباح الورد يا أستاذ آية مرحبك يا أستاذ آية دعادي جدا نحن هذا طبعا بنقدم لكم دكورات كلها نتكلم عن الديكور دكور المنزل هو أهم حاجة وأهم شيء في الحياة طبعا فاحنا نتكلم عن الديكور والجمال ومعنا ومعاكم أستاذ محمود وزي حضرت اسمه الحمد لله أستاذ محمود أنا ما أقدرش أعرف شهرتك لأنها بجد يعني ملتهى الجمال فعاوز أحضرتك تعرف أستاذ المشاهدين بنفسك نتعرف حضرتك في حاجة كده بس أنا عايزة لازم قبل ما أتعرف المشاهدين عايزة أقول للمشاهدين في حاجة أستاذ محمود خارج كلية هندسة من الشباب الطموح جدا يعني قبل ما هو يعرف نفسه اللي أنا عرفه من الشباب الطموح جدا حاول بقدر الإمكان أنه هو يتمرد على فجرة الوظيفة أن كل واحد بعد ما يتخرج من كلية الهندسة لازم يبقى عايز وظيفة ومرتب سابق لا المبدأ بتاعه كان مختلف خالص هو كان عايز مشروع يبدأ فيه ويستثمره ويكون دوت هو المشروع حياته فعلشان كده لما أنا كلمته وحكالي الموضوع ده فقلت لازم الفكرة بتاعته توصل وخليته يجي معنا في حلقة طبعا أنا هيخليه بقى يعرف نفسه علشان أنا نفسي بجد أعرف إزاي شاب طموح زيك اتمرد على فكرة الوظيفة عرفنا بحضرت أنا محمود حاتم مهندس معماري خارج 2016 أول ما اتخرجت اشتغلت شوية في مكاتب الموضوع ما كانش مجزي خالص ومش طموحي أنا عايز أعمل عايز أعمل نفسي بصمة عايز أعمل حاجة أنا مش عايز أعمل لغيري بصمة عايز أعمل لنفسي بصمة فكرت فكرة مشروعة فقلت لازم أفتح مكتب وأبدأ أشتغل كان معايا صاحب عمري مهندس أحمد شركي بدأ أنا فتحنا مكتب طبعا في أول المكتب كان موضوع جدواتي خالص الأول كان موضوع بسيط الشغل قليل طبعا مشاكل كتير جدا بس الحمد لله فكرة أنت تفتح شركة ومتشتغلش عند حد دي ممتازة جدا أنا مش أنا هشتغل عند حد أنا بأكبر وأخذ مرتب بس بأكبر لغيري طبعا أبني مستقبل نفسي مجهودة بصمة غيرك أنا عايز لما أبعند 40 سنة أبعاملت اللي أنا عايز أعمله مش أبعند 40 سنة ولسه موظف كفاية وموظفين نبدأ نطلع لقدام تمام فكرة أنت تفتح حاجة لوحدك ده بالنسبة لها في حد ذاته تقدم من هنا جاءت لنا فكرة أننا نفتح مكتب دورنا كثير على اسم شركة كل الأفكار مش جاية معنا خالص قلنا نجيب فكرة أسر فرساي أسر فرساي من أكبر أصور في فرنسا لسه أقول لك الإسم مختلف خالص خالص ما سمعناش عنه واللي بينطقه ممكن ينطقه غلط كمين هو إيه معناه أصلي أسر فرساي دي مدينة كاملة اسمها فرساي الأسر ده الدكوراته من زمن الزمن وهو ماشي مع جميع دكورات الدكورات العصور لما كانت أيام الصليبيين الأسر ده برضو واخد وضعه لما تجدد وبعد كده بدأت بدأت أن الثقافة تنتشر الثقافة الدكور برضو الدكور بتاعه حديث لما وصلنا للوقت الحاضر برضو الدكور بتاعه دكور كلاسيك اللي معظم الناس تقريبا بتعمله وهو متمسك بنفسه وجديد الاسم في حد ذاته وفي نفس الوقت الكونسيبت بتاع الفكرة اسم ليه معنا بمعنا أصح اسم قوي اللي فكر في حاجة يفكر الفيرسي فحنعرف نحقق ده في شغلنا ان احنا داخدين كونسيبت قوي نشتغل عليه هو فعلا مختلف يعني هو مختلف عن أي يعني أي بيتجة أو أي شركة تانية مختلفة فعلا لما جيت قريت الاسم طب ده إيه ده ده جات لهم فكرة زي لوصلوا للكلمة ديت أو الاسم ده سيد محمود ايه الدكور للحضرات بتقدمه الدكور أمع كتير يعني كلاسيك نيو كلاسيك نيو كلاسيك مسمى تحت كذا حاجة مدير مسمى تحت كذا حاجة كلاسيك نفس الكلام الفكرة مشانا أقدم إيه الفكرة من حضرتك عايز إيه حضرتك اللي هتعيش في المكان أنا مهمية إن أنا أعلم لي بسطتك في المكان حضرتك المكان أنت بتعيش فيه فأنا رازم أبسطك فأنا مهمية إن أنا أجي أنشر لك السعادة في مكانك وتببشي زهانة منه فعلا تبقاعدة في مكانك مبسوطة هعملك اللي إنتي عايزها بالطريقة اللي حضرتك عايزها بس هنصقه مع بعض موضوع مش بتاعي هنوصل لحاجة معينة مع بعضها هنوصلة ووصلك اللي انت عايزها طبعا أنا سمعت عن حضرتك كتير 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 سمعت انك طريقة تانية في الدكورات في الأزواء وفي اختيار الألوان عايزك بقى تكلمني عن كل ده اللي بيخليك مختلف عن غيرك هي قصة مش في اختلاف القصة في ان أنا قابل عميل اختلف في الشغل عن أي حاجة أنا بحب معدي قوي اديت حضرتك يوم هيخلص في يوم اديت حضرتك 25 يوم هيخلص في 25 يوم عشرة يام يخلص في عشرة يام زائد ان اتفقنا عليه ما ينفعش يتغير انا اتفقت معاك على حاجة لازم تتنفس بالزبط تمام لان الدكور بالنسبة للناس او تشطيب بالنسبة للناس حاجة وحشة حاجة مؤزية أنا بقعد فترة طويلة الموضوع ما بهدلني طراب وتكسير اه اه مهمتي ان انا خلصت لك ده بسرعة بحيث ان ما يسبب لكش مشاكل طب انت مبسوط بالحاجة ما حسيتش بيها الحاجة لما تتعمل بسرعة وفي وقت قياسي انت كواحد من الناس بتحس ان الموضوع خلص بسرعة بدون ملل طب انت بطول بممملي اكيد والناس كيبقى مرتبطة بمواعيد حضرتك قلت لهم هشتبلكوا مثلا خلال شهر شهرين بيبقوا مرتبطين بمواعيد برضو حاجات اه اهم حاجة في الشهر اكيد لازم اسلم في المعادة المطلوب مني لان المعادة المطلوب مني هو الحصيلة اللي انا اتفقت بها اتفقت مع العاملة عليها لازم العاملة انفز له كل اللي قلت عليه هو من اهم عوامل النجاح صراحة في شركات التشتيب والذيكور المواعيد طبعا يعني الكلام كتير لكن الفعل بيختلف خالص ايو طبعا وده الفكرة اللي خلتنا نشتغل عليها ان احنا نحاول على قد ما نقدر نعمل المشكلة اللي الناس كلها بتوعى فيها ان احنا ما نباش عندنا مشكلة الوقت الوقت بالنسبة للناس كله صعب لأ ليه نخلي الموضوع بوقت بدأ ما نشتغل يعني يوم ويوم لا لا نشتغل جميع الايام نشتغل بانتظام ثابت بمواعيد ثابتة لا هو ما انا صح انا عاوز اخلصتك شو لك بسرعة بالمعادة اللي قلته بالظبط اللي حضرتك حددته انا بنفس فيه تمي بس اتم احمن ما جات لك يا عميل يعني قال لك انا عاوز ديكور ما تعملش قبل كده صمم براحتك بقى ده كتير طبعا صعبة مش صعبة على قد بص عدرتك انا لازم لما اجعب مع عميل اعبا فاهم العميل ده عايزين عشان لما افهم هو عايز ايه ما في عميل مش فاهم دماغه او زيه اسمه احقاله كل حاجة لا انا لما اعود مع العميل العميل مش فارطة العميل اسرة فلازم افراد الاسرة جميعا يعود بموجودين لازم اعود مع العميل اعمله انتروفيوه تمام نعود نفهم هو عايز ايه البنونة الصغيرة اللي عندها ثلاث سنين زي الشخص اللي عنده ستين سنة زي الشاب اللي في الجامعة زي البنت اللي عندها ستاشر سنة كل واحد ليه خصوصياته وليه طريق تفكيره ست البيت لها طريقة الراجل ليه طريقة اكيد كلها اسوأ كل واحد ليه طريقة لما اعود مع جميع افراد الاسرة اقدر اتدلع والدزاين اللي هو مبسوط بيه ومحدش عمله قبل كده انه محدش يوفر له جميع سبل الراحة يعني مهمية ان انا اعمل حاجة اللي تريح الناس بتريحه ففي نفس الوقتي برضو بتسيب بصمتك وخبرتك في المكان الموجود ده مش اي شغل بتعمل لا ده شغل عالي على جودة كبيرة جدا او انا هدفنا مش الشغل مش الفلوس احنا هدفنا الشغل المصدقية اي ناحية مادية يعني ما كنت مع العميل صادق خلاص الموطوع انتهى طبعا بعد كده هيجيب الناس ويجيب الناس ويجيب الناس الشغلان دي زي بزيادة تبقى صعبة عميل بيجيب عميل بمعنى اصعبة العميل طبعا بيجيب عميل اكيد احنا بنشتغل جميع بنود الشغل يعني بنشتغل من اول ما تكون الشقة طوب احمر لحد ما نجيبه تاني يوم يسكن الشقة خلاص يعني بتاخد الشقة يجيب شانطة هدومه بس طب تحلو جدا يعني انت بتريحه كل حاجة كل تفاصيل للراحة في المكان انا بعمله طب تحلو جدا بدل ما يروح مثلا لسباك يروح لي بتاع الكهرباء يروح لي ده لا انت بتوفره كل ده بتوفره كل ده حلو جدا طبعا بتسلمه بمعنى اصح الشغل المفتاح اه لان هو ببعنده ثقة فيه فانا عشان ثقة تودين لازم اعمله احسن حاجة تمام وكل حاجة بواضحة يعني كل تفاصيل كل حاجة بوضح حاله في مؤرسة كاملة كل حاجة واضحة فيها عشان يببوا اعرف خطواته ايه وطرق شغله ايه كأنه هو اللي بيشتغل بالظبط بس هو جايب عقل مفكر بدلو بس حلو يعني افهم من كلام حضرتك ان انتو تيم مش مجرد حضرتك او مجموعة مهندسين مع بعض او مجموعة مهندسين بتخططوا وبتفكروا وبتنفزوا طبعا لكن الشغل كله مش على شخص واحد لا اول عمل الجماعي هو اللي بيعمل هو اللي بيعمل نجاية شخص الفردي ما بيعملش حاجة يد الله في الجماعة تمام معي بس مدخلة سيد هاجر الو سيد هاجر اهلا وسلام بحضرتك الحمد للناية تمام نورتينا في اسراء الحياة فاندم سؤال حضرتك سؤال حضرتك انا كان عندي مشكلة كدير قوي انا نفسه مرضه بقيني ستة شهور يعني مش بقيني كثير تمام بدأ يظهر اللاحيطان شروخ كثير قوي هانت بيها عليك انا اقدر اعملها ولو عملتها هترجع دين تمام تمام اشكرك يا اسراء هاجر طبعا ده السؤال ده كلنا بنعاني منه اهو السؤال دوت فعلا بيواجهني كتير وبيقابلني كتير هي المشكلة مش في التشطيب الخارجي هي المشكلة في التأسيس مراحل التأسيس الشقة ثلاث حاجات سباكة محارة كهرباء لو المحارة معمولة صح الخرصانة والحيطة مينفعش يوبوا مع بعض لازم في حاجة متصلة بينهم تتمحر بسلك سلك مثل مع تمدد الحديد اللي في الخرصانة الشرخ مش هيظهر فهي القصة كلها في المحارة لازم المحارة تتعامل صح الأول ساعة بعد كده كل المشاكل هتتعلم طب هي بتقول هي وضبط أصلا بس أكيد ليه حل هتتعمل معجون شروخ معجون الشروخ هتم لابين الشروخ وبعد كده تدي وش بطانة وبعد كده تدي وش بالفينش المشكلة تحلت بس المشكلة لليه عشان ما تظهرش من الأول أنا بمحرسلك طبعا أوفر من اللي عمالنا بعد كده أكيد لنها في جميل الحالات هي مشكلة فلاازم تتحلت فلاهي كذا حل بس الحل من الأول من الأساس أسهل من الحل اللي في الفينش الحل اللي في الفنش ده خلاص قدام الأمر الواقع وهي عايزة برضو إيه تداري الشرخي ده كان مفروض تمشي على أساسيات بس وجينا مشكلة نعلي بقى بمشكلة تانية ونقول إن إحنا نرعي ربنا برضو في الموضوع ده مش أي شغل نهبده للعميل ونمشي لأ لأن الحاجات ديت الواحد ما بيصدق بجد الشباب اللي في الأيام ديت تبقى جايبة القرش بالعافية فهي يعني نفسها تعمل حاجة يوعود عليها مدى الحياة نحل بقى بمشكلة نعبون الشروب والناشا وحلي كمان إن أنا ما روحش لأي شركة وقولها تعالي لازم أكون الشركة دي وصك مليون في المية إن هي تكفي حاجة كويسة أشغل شغل واثنين وثلاثة لازم أشوف حلول كتير أشوف المشاكل أنا أنا ما يجي أدور على حد أو عشان أشتري أي حاجة بصفة عامة مدور على حاجة الصعبة عنده حلها إزاي ساعتها قدر أوصل لحل يعني أنصى أي حد يدور على المشكلة يشوف حد بيحل مشاكل كويس أوي ساعت روح يدور له هيعمل له اللي هو عنده بسهولة مش مشكلة بقول هدفع مثلا المبلغ أحسن ما هدفع مبلغ صغير وهرجع تاني للمبلغ الكبير من البداية الناس بغت فكرش كده بس أنا بقى دلوقتي أنا كمشتري ونزلت أشتري إزاي فرق بين الخمات من فرزة أول وفرزة تاني وفرزة تاني يعني أنا بتخم بس أروح بلاقي الشكل حلو معرفش بقى الدفوهات اللي موجودة الحاجات دي بالذات يا أستاذ محمود بنتخم فيها كتير وضح لنا بقى الزير مش كلنا خبرة بمعنا أصح حضرتك أولا عشان حضرتك كحد ما عندوش خبرة في الموضوع ما ينفعش تنزل لوحدك لازم تدخل معك حد ينزل يبصلك على أنواع الخمات لأن الخمات في منها مئة فرز ومئة شكل وفي مصانع ملهاش وجود أصلا ملهاش مسمى خالص مصانع بتبيع بسرر خيص فالناس بتجري عليها هي القصة في أن انت لازم معك حد زو خبرة لأن السراميك كذا فرز يعني السراميك هو الحاجة الوحيدة اللي بيتلاقي كرتونة مكتوب عليها فرزة تاني فرزة تالت فرزة أول والله مساعد دي الحاجة الوحيدة ما بيبقاش مكتوب ديته بقى نوع مش مدروب أنا بقول لك بصراحة ما بيبقاش مكتوب والعميل بيتخمي أصلا أنا بقول لحدك العميل بيتخمي بالمنظر تمام هو الأفضل أنت تروح لمأمةك الموصوف منها يعني عشان تجيب سلك لازم تجيب سلك معتمد عشان تجيب مثلا سباكة لازم تجيب سباكة من شركة محترمة شركة زو قيمة في السور احنا مدخلتك كتير قوي يا أستاذ محمود معنا أستاذ محمد كلمنا بقى عن شغلة أستاذ محمود طبعا يا فندم انا الاول يعني بمشكل البرنامج وشان تخمون طبعا وشركة بشتية كلها انا كان صديق ليا يعني غير شخصي الشركة بشتية العمل معاها يعني ما شاء الله حاجة مهانية جدا حاجة مصرمة هي الفكرة نفسها حينها طبعا يا فندم بقولك حيارك الفكرة نفسها جميلة جدا ان تطلع من الشاب يعني لا طبعا يا فندم انا حذرك انت مسلا بتتتقي مع شركة بتتتلك كل حاجة اكي طبعا تمام اه الباتشت اللي بتسعني عليه مزدناش عنه قادم تمام التسليم كان في المدة اللي متطفق عليها يعني كان تقريبا كان ده من 7 شهور مسلا تسليم كان 24 يوم اللي هو اتساب يعني اللي دارة هناك تمام بالزبط اه هو امون يعني انا كان ليا شاقة في مدينة نصر في الصعباس يعني مش عفو كيقول كده لا بس ما شاء الله الحاجة كان يعني مليشناS تماما يعني اكيد طبعا اه طبعا هما رواش التفتيف صراحة طبعا على البيشتون التنفيدي او البيشتون الماليات يعني تمام تمام هما اهم حاجة عندهم المصداقية باش مهندس محظو اهم حاجة عندهم المصداقية صراحة طبعا يا فن صبع انا بقول حديثة سواء عالمستوى يعني الفني او المستوى المالي طبعا الوقت يعني انهم من ثلاث اركان ما شاء الله حاجة معتمدة جدا تمام طبعا يعني بشكره فعلا تمام وإحنا بنشكرك يا أستاذ محمد طبعا حب العميل لحضراتكم يعني صراحة يعني ده يقدر بمال أنه هو يرفع سماعك التليفون ويكلمك ولازم أنه هو يشكرك على الشغل ده مش بالسهل ده خبرة ومجهود وأهم حاجة أنه أنتوا بصين للشغل بتاعكم بحب لما تيجي تعمل حاجة بتعملها بحب عشان كده بتطلع بحاجة كويزة نحن ما بنشتغلش في المكتب عندنا أنه في حد مدير وحد موظف لا إحنا كلنا كلنا بساعد بعض إحنا تسع مهندسين تسع مهندسين بساعدوا بعض ما فيش حد بشتغل واحده تسع مهندسين تسع مهندسين بساعد بعضه بنشتغل سوا ما حدش فينا يعني فيش حد حسن من حد كل واحد كله يدي أفكاره كله بينزل الصيد كله بيرسم خلاص ديزاين واحد كل شغلكم بإيديكم بطلع ما أصح رأي بعض الأراء كتير طول ما احنا بنيدي أراء بعض مفيش غلطة أنت بتطلع غلطتي ده بيطلع غلطتي خلينا المشكلة تسع مرات تسع حلول تحطه فالمشكلة مش تظهر لا طبعا الأمر شهور أنت بدايت حضرك من إنت أنا بداية في الموضوع ده من 2007 شاء الله عليك بدأت الشغل كان الأول الموضوع بسيط خلص صراحة كنت أنا هم هنزحها بس بس بعد كده الحمد لله أنا الموضوع بقى عضل مش فوقت كبير عشان تحقق النجاح ده مش فوقت عليهم خمس سنين وهم صنوهم صغيرة بس أنا بصراحة أنا حاسة أن أنت شائعين يعني أنت سنك صغير بس من وجهة نظري شائعين ده بيقولوا كده ولادي شائعين يعني قدرت أن أنت في جد تحقق اسم حقق نجاح واسم مش بالسهل مش بالسهل بيزداد في مجالكم البجات كتيرة والشركات كتيرة والتنافس في المجال ده كتير جدا والشاطر اللي يثبت نفسه يثبت وجوده آه ويثبت وجوده فطبعا أنت كسن صغير وخبرة يعني كبيرة الحمد لله قدرت تثبت نفسك الحمد لله يعني كان ده بالمجهود وبالشغل كتير احنا تعلمنا كتير خدنا كورسات كتير كل التيم بياخدوا الكورس يعني أنا لو أخدت الكورس لازم كله ياخده لازم كلنا بكفاءة بعض مافيش حد أحسن من حد مافيش حد أعلى من حد ده كان بيطلعنا قدامه بسرعة حلو جدا طبعا نحن بنحطين أيدينا في أيدينا بعض وبنجري مع بعض تنجحش الواحدة نجح الناس حوالي نتفق برضو أهم حاجة آه طبعا أكيد نحن نتفق على رأي واحد وناخد رأي بعض حاجة حلو دي أفضل حاجة لإن أنت لو نجحت الواحدة أنت ما عادش حاجة أنا النهاردة أنا كمدير مشاريع الشركة لو عادت في البيت وأنا لقائد في كل حاجة وعادت في البيت شهر التيم هيوقع ما طبعا نتش عشتغل لما يبتين كله محمود أو التيم كله أحمد تبتين شغال لا والمدير زي زي البشوران زي عادي أقل لهم بواحد طول ما ده ماشي طول ما ده موجود إحنا إيد واحدة ما حدش يدر علينا إيد ثم هما بسكن فيهم بعض أقوى كتير من طب الوحدة سوفي بقى أسؤال عايزة أسألهم تفضل ما جاتش عليك كده مرة ندمت اللي أنت مرحش اشتغلت في مكان وتاخد مرتب سابق وأنا إيه اللي دخلني بقى المشاكل وأنا كان نفسي بقى أبقى في مكان أخو مرتب وراح دي بقى لي أبدا بصري فاندم إحنا عم نزل قطر ما بنستعناش حد قطر ماشي وما فيوقفش دايما شغالين الدنيا واقفت بندور في طريق تاني أكيد أصلي هي الدنيا كلها مش إنها راحة العملة مش كتير العملة بتيجي فوقت وبتوب الشغل مريح أه طبعا طول ما إحنا في إيدين بعض شغالين كلنا سوشيال ميديا شغالين كلنا التعلاقات شغالين كلنا صح مش كل واحد تخصص في حاجة لا كلنا واحد كلنا واحد كلنا بنسنت بعض أه إحنا تخصصات بس ساعة الجد كل بيروحش بالدفوع فين ويوقف فيه عشان يحلوا وينفعش فيدي فوق كل بيحل المشاكل دي اللي بخلينا الحمد لله أنا مش نادمان على القراردة ولا عمي حمد المعلي أنا فرحم بي جدا اللي أنت ما اتجهتش للوظيفة لا طبعا أنا بابني في حاجتي بابني في حاجتي بابني في حاجتي وطبعا بابني في حاجتي هتكبر شيد محمود في طبعا في بداية حياتك أو بمعنى صح في شغلك لخمس سنين دول أكتر تصميم طلب منك أو عملته كتير أكتر تصميم بتطلب مني قدت منهم أطفال يعني وقدت المصدر بتطلب مني كتير بردو بس الأطفال أكتر لأن الأطفال دايما في ناس ببعندها مساء أربع أولاد وعنده أطفال بأس فهو عايز يحل مشكلتهم فترتيب عشي أطفال وبصابة وبصابة لأن أنت عايز مكتب عايز سرير عايز دولاب وفي نفس الوقت عايز بطلسة الكمبيوتر عايز تقدر تحل مشكلة الإضاءة في حد يحب إضاءة قوية حد يحب إضاءة ضعيفة طبعا الأطفال دول كل واحد برأي وكل واحد أنا عايز بقى المكان الأحسن ونم في المكان ده ده مشاكل لازم ما تميزش حد أحد طبعا تحيد الكل بقى أقل تكلفة وفي نفس الوقت بقى أحسن جودة تمام عشان ما قولكش أنت بتحبه أكتر مني ولا حاجة أي طبعا ثلاثة من اتنين تعادوا لا دي مشكلة الأطفال بالذات في القوض النوم والجكور أنا يعني تعبت منها والله بجد باش مهندس كل واحد عايز المكان الأحسن ولو نايمت الكبير هنا والصغير يقولي طب شانا شمعنا ففحلا والله أنتو بتحلوا وبتخلقوا أماكن سبحان الله ده استغلال الفراغات أه أنت توم بتستغل الفراغات صح أنت ماشي صح يعني أنا بقول سبحان الله كل واحد في مهنته الدكتور باشا هقولي يعني سبحان الله إزاي اخترعوا من الحتة دية مكان الركنة دي كانت فاضية عملتلي ليها منظر وشكل صراحة يعني بسم الله ما شاء الله عليكم ما أنا سبحانه باستغلوا كل الأماكن مستجيل مكان فاضي أنا بحب الشؤة أو الأماكن الدايئة لأن المكان الدايئة لما بتطلع له كواليتي عالي قوي ديش بالنسبة لي تارجت تارجت أنا يازمها قوي يعني أنا لما بشطى مثلا شؤة الياس صغيرة في المساحة سبعين متر وخمسة وستين متر دي أفضل شقة بالنسبة لي أحسن من الشقة اللي ثلاثمائة وربعمائة متر يعني الصغيرة صعبة مشاكلها كتير طبعا طبعا تحل مشاكل كتير انت عملت حاجة صعبة الصعبة طعمه حلو حاجة صعبة اللي بتعملها طعمها أحسن من حاجة السهلة المخمخة تدقى حلوة مشاكل الدكورات كتيرا جدا عايزتك تكلمني مشاكلها إيه بص عدريتك مشاكل الدكور أيما على ثلاث عمدان سباكة كهربة محارة دايما بمسك في الثلاث حاجات دول دول مسلس مسلس التأسيس بتاع التشطيب لو عملت المسلس دوت تمام انت عمرك ما هيزة عندك مشاكل أكيد الكهربة كويسة عمر ما يحصل لك أفلة ولا قدر ريحصة على الناس كهربائي أكيد عملت سباكة كويسة لا قدر الله ما باش فيه رشح أو رطوبة أكيد عملت محارة كويسة لا قدر الله ما فيش مطبة في الحيطة ما فيش بلاط فيه مشاكل ما فيش جيبسون بورد فيه مشاكل كله ماشي مع بعضه أكيد سنكون بسمع كتير إن الدكور بيوسع البيت أو بداية البيت أيما طبعا تختلف في الدكور أيما طبعا تنسيق الفرش واختيار الألوان مهم جدا يدي الشكل الدايق أو الشكل الواسع اكتيار الإضاءة برضو بيوسع بداية المكان مع الرسومات الـ 3D كل ما المسافة تضيأ كل ما تختار ألوان فتحة تختار رسومات الـ 3D تختار طريقة فرش منصك قوي لكن لما تيجي تتكلم عن مكان مثلا واسع جدا أنا أحاول حط ألوان دكنة شوية عشان أداية المسافة أداية المسافة أخلق فراغات أخلق كذا أعدا أكيد يعني هي لها حلول كتير أنت بقى كخبرة يعني أنت بتخشوا أصلا من المكان خلاص أنا عارف أن هامل إيه و هامل إيه خلاص من الخبرة بتعبكوا بتعرفوا تعملوا أي حاجة في أي مكان أنا طبعا يعني الحمد لله التواصل مع حضرتك كيف يمكن توقيع محافظات صح؟ عن طريق الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك تمام أو صفحتنا على الإستجرام الصفحتين المشغلين وطبعا في أركانتوري فونات لدينا موجود على الشاشة تمام المكتب عليه برضو أركانتوري فونات تمام لو استلمت شقة من يعني عطوب الأحمر تسلمها في خلال كمينة لو العملاء إيزا في شهر أسلمها إن شاء الله يعني أنا أسلم شقة تمام أستاذ محمد الكلمة لم يخلص شائفة واربعة وشميات إن شاء الله عليك إن شاء الله يا بشباندس محمود من نجاح لنجاح إن شاء الله آآ واتمنلك مزيد من النجاح والتفاوض بصراحة يعني السقة اللي حضرتك بتتكلم فيها ده بيوفي بحاجات كتيرة عايز حلقات مش حلقة إن شاء الله طبعا إحنا معانا سور آآ عريس وعروسة أكيد من ننسوهم آآ مش عايزيني ننسوهم طبعا من أعلامياتنا الجميلة إيمان حجازي بطانيين وطبعا مبرمائلنا آآ أستاذ محمد أشرف محمد آآ اسمه مين؟ محمد وإيه آآ أستاذ محمد وأستاذ ميدة أشرف أنا أسفة طبعا طبعا تغيرت في الإسم بس ألف مبروك لكم أستاذ محمد وأستاذ ميدة ويا رب يتغيرونكم عافية ألف مبروك طبعا أستاذ أمين أستاذ أمين شكراً لكم يا أستاذ محمد شكراً لكم تظهروني في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار